كلها ساعات ويلعب منتخبنا الأوليمبي مباراتين في منتهى الأهمية أمام زنبيا تعالوا نوجه أنظرنا كلنا ليهم منتخبنا الأوليمبي استعد كويس لمواجهتي زنبيا في المرحلة النهائية لتصفيات بطولة أم أفريقيا المؤهلة الأوليمبيات باريس عايزين معاهم ننسى اللي حصل مع منتخب الشباب والنشئيين نفتكر بس إن المنتخب الأوليمبي عنده لعيبة كويسة ومدرب كبير ندعم ونساند وننسى كل حاجة ونفتكر بس إننا عايزين نشوف الأوليمبيات تاني ومش باية يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منتخبنا الأوليمبي أمام مواجهتين في منتهى الأهمية مواجهتين مصيرياتين في مشوار التقاهل لكأس الأهم الأفريقية البطولة المؤهلة لأوليمبيات باريس إن شاء الله 2024 محتاجين إيه؟ محتاجين دعم محتاجين مساندة محتاجين تركيز محتاجين منتخب كبير منتخب رائع روجيرو ميكالي مدرب متمرس راجل فايز بالأوليمبيات قبل كده مع المنتخب البرازيلي لعيبة؟ عندنا لعيبة في المنتخب الأوليمبي لعيبة كويسة على الأقل لعيبة متمرسة في الدور المصري وتنافس وبتلعب بشكل مستمر إلى حد كبير الموضوع مختلف عن منتخب الشباب مختلف عن منتخب الناشئين ما تقلقوش إن شاء الله قدام زنبيا هنقدر نعمل مباراتين محترمتين بإذن الله بس أهم حاجة الروح الحماس تركيز وطريقة لعبة محترمة وخطة محترمة من المدرب وإن شاء الله ربنا يكرمنا النظرة التشاؤمية بقى اللي هي بتاعت ايه؟ يا عم مفيش فايدة يا عم لمنتخب شباب ولا ناشئين ولا أوليمبي ولا أول بلاش مش عارف ايه؟ مفيش الكلام ده الميزة عندنا إنه حتى لقدر الله لقدر الله كان عندنا بعض التعصرات بنلاقي حاجات حلوة بعد كده نلاقي حاجات حلوة مع المنتخب الأول نلاقي حاجات حلوة مع المنتخب الأولمدي المنتخب الأول ما يدوناش حقا كويسة فتلاقي منتخب الشباب بتاعك كويس ده على مر التاريخ فان شاء الله ربنا يسعفنا ان احنا نعمل مباراتين محترمتين امام المنتخب الزامبيا اول مباراتها تبقى في القهرة في استاد الدفاع الجوي يوم الاربع باذن الله نحاق فيها فوز مضمون مريح قبل مواجهة الزامبيا نروح كده و احنا مرتاحين نتأهل لكاس الوقت من الافريقية و وقتها نفكر في الاهم وهي التأهل لأولمبيات باريس